بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم كلكم النهاردة وحشتوني جدا لكل اللي سألوا على الفيديوهات وكتر خيركم وان شاء الله باذن الله المرحلة الجاي باذن الله هخلص ان شاء الله كتاب ان شاء الله هينزل على بكرة او بعده بكثير وكمان هنزل ان شاء الله كونكت بلاس يونيت ايد باذن الله هخلصها وبعدين هنزل فيديوهات تانية على اهم الكلمات او الوردس على وبعد كده ان شاء الله هنعمل مع بعض سواء او او عربي باذن اللي هنزل مراجعات ان شاء الله نراجع مع بعضنا اه فاذا عجبكم الفيديوهات بتاعت ياريت الاول مرة يشوف الفيديوهات بتاعت ياريت ننزل نعمل لايك للفيديو ونعمل للقناة وهكون شاكرة لكم جدا وتعالوا نبدأ بسم الله النهاردة باذن اللي انا جايبا لكم اه منهج كونكت الاكتافيتي بوك احنا كنا المرة اللي فاتت وقفنا عند يونيت سيكس اه والنهاردة باذن الله هنبتدي من اول يونيت سيفن ان شاء الله هنحله مع بعض وان شاء الله هنخلصه تعالوا نبدأ بسم الله اه بيقول لنا يعني نحن نزرع شجرة اه انا اسفة جدا لصوتي لاني انا عندي برد جامد معلاش عذروني في صوتي معلاش بس انا قلت لازم انا نزل لكم ان شاء الله عشان ما نكونش متأخرين باذن الله ونلحق نخلص باذن الله طيب بيقول لنا يعني نحن نزرع شجرة اه فايند اند كاونت يعني اه ابحس وكمان عد ابحس وعد اول حاجة عندنا جايب عندنا في الصورة دي المفروض عندنا عندنا كم اه عدد الموجودة عندنا هنا عددهم لو دورنا عليهم هنلاقيهم طيب عايزين نشوف الهن عندنا كم واحدة عندنا الهن تقريبا كده ما لش هي الصورة عندي مش واضحة شوية فلو في حاجة مش باينة يريد تقول لها لي هي غالبا هتبقى ان شاء الله اه الحين هنا هتبقى بعد كده عندنا الكاو آآ كم عددهم الكاو هنا بالنسبة لي انا شايفة كده فهنكتب هنا نمبر بعد كده عندنا آآ الكابج تعالوا بينا نعدها او قرع العسل عندنا كم واحد من يبقى هنا هنكتب ايت طيب عندنا كم جوت تعالوا بينا نعد كده عندنا كم جوت ادي وان تو كده هيبقى عندنا تو جوت اللي هي المعزة وبكده دي اول صفحة واول بيج عندنا بيج سيرتي ايت بعد كده عندنا بيج سيرتي نايم بيولينا يعني برضو نحن نظر على شجرة المفروض انظر يعني المفروض ان احنا هندوس على الحروف او الكلمات الموجودة عندنا اول حاجة عندنا كلمة آآ رابت يعني ارنب بعد كده عندنا كلمة يعني جزرة وبعد كده عندنا كاو يعني بقرة وكابج يعني كرومب وهن يعني دجاجة يعني قارع العسل تاني حاجة البيز بي طلبة مننا ايه طلبة مننا كالر المفروض ان احنا هنلون بعد ما ندوس على الحروف بتاعة الموجودة عندنا بعد كده هنلون كل ورد الوحدة كل قصدي صورة او باكتشر لوحدة طيب بيجي سورتي آآ ناين خلصت كده بيجي فورتي بقى what is this ما هذا look and answer the question انظر ويجاوب آآ اجب ايه الاسئلة آآ ابل اول حاجة يعني توفحة هن يعني دجاجة رابط يعني آآ ارنب وجوت يعني معزة اول حاجة بيقول لاني what is this it is a it's a آآ ما هذا والمفروض ان نقول اول حاجة number one it's a hen هن اللي هن 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 اكتبها من فوق اللي هي h e n number two بيقول لاني what is this it's a goat اللي هي المعزة جي او اي تي آآ what is this it's an apple اللي هي تفاحة اي بي بي ال اي بعد كده عندنا what is this it's a rabbit ار اي بي بي اي تي بيج فورتي بعد كده بيج فورتي مان يعني الحيوانات بتأكل النباتات what do they eat يعني ماذا هم يأكلون match and say يعني وصل او سل وكمان قول اول حاجة عندنا الجيراف اللي هي الزرافة المفروض ان الجيراف eats leaves اللي هو الورق الشجر فهنوصل number one باي دي اول حاجة بعد كده عندنا number two اللي هو المونكي المونكي اللي هو القرد المفروض القرد بيأكل بنانا او eats bananas يعني فانتو هتتوصل بسي بعد كده شريه اللي هي الرابد اللي هو الارنب هيتوصل بالكاروتس اللي هو الجزر فسري هتتوصل بالبي ده بيج فورتي ون بالنسبة لبيج فورتي تو لتس بلاينت اتري برضو look and order مفروض اللي احنا لنا انظر ورتب تاني حاجة المفروض هنعمل على الكلمات او الموجودة دي وبعد كده هنقول اسمها اول حاجة اللي عندنا المراحل بتاعت البلانتس بتاعتنا اول حاجة بتبسيزه عبارة عن بزور اللي هي number one بعد كده عندنا بتقبل روتس number two بعد كده عندنا بتبتلي تطلع الليفز number three بعد كده الفلاورز number four بعد كده الفرويتس number five طيب بالنسبة لبيج فورتي سري look read and circle المفروض انظر واقرأ وضع دائرة زربت ايتس ولا ويل ايت اقاروت هنا هفهمها ازاي للطفل هقول له لو الحاجة قدامك لسه ما تعملتش فبالتالي هنحط يعني حاجة لسه في في المستقبل ولكن لو حاجة مثلا زي ما هنا عندنا اول صورة عندنا او اول عندنا شايفين ان الربت بيأكل الجزر فبالتالي بيأكلها مش حاجة لسه هيعملها لا هو بيأكل في الوقت اللي احنا في ده فبالتالي هنعمل على كلمة ايتس اه يعني النبات آآ هينمو ولا سوف ينمو في في الطربة طبعا هنا لسه بيحط السيد فبالتالي النبات لسه ما نماش فبالتالي هتبقى حاجة لسه هتحصل في الفيوتر فبالتالي هنعمل على طيب بعد كده عندنا بالنسبة المفروض مدينا الحروف دي متل اغبطة والمفروض ان احنا هنرتبها وهنكتبها جنب كل صورة اول حاجة عندنا دي كلمة ساد او حزين المفروض هي بتكتب ازاي هي مديها لنا مش مرتبة والمفروض ان احنا هنرتبها العلوان فوق بيقول لنا يعني تعلم الاصوات مع النحلة المشغولة طيب بعد كده عندنا قلنا ساد يعني حزين وهي الكتابة بتاعتها نمبر تو عندنا كلمة مان او رجل والكتابة بتاعتها م اي ان وبعد كده عندنا نمبر سري هي كلمة موب او ممساحة ام او بي طيب نمبر تو بيقول رايت زا ماس انجلاتر المفروض ان احنا هنكتب الحروف اللي مش موجودة اول حاجة عندنا كلمة ماد يعني مجنون ام اي دي اللي هو المختلي العقلي نمبر تو عندنا كلمة انت اي ان سي يعني نملة بعد كده نمبر سري كلمة بن بن يعني اللي هو اه الله ما صال على النبي اه عليه الصلاة والسلام اللي هو الدبوس زا ما احنا شايفين كده اللي هو النقص عندنا هو حرف او بعد كده نمبر فور عندنا كلمة اللي هي التفاحة ونقص لها كلمة اه اه اي بي بي ال اي طيب بعد كده عندنا يعني تعلم القراءة مع النحلة المشهولة اقرأ وصل نمبر وان عندنا اساد ابل يعني اه التفاحة الحزينة والمفروض النمبر وان هتتوصل بي البي نمبر تو عندنا ان انت ان ابل اون ان ابل يعني اه نملة موجودة على التفاحة فدي هتتوصل بسي باتو هتتوصل بسي نمبر شري عندنا اساد مان اساد مان يعني يعني رجل حزين فنمبر سري هيتوصل بالاي بعد كده نمبر فور ابين اون ان انت البين اللي هو الدبوس حوجودة على الانت اللي هي نمبر اي بعد كده انا اسفة بعد كده نمبر فايف امان اون ابين البين اللي هي سلة المهملات فبالتالي امان اون ابين يعني اه الرجل فوق سلة المهملات فبالتالي اه نمبر فايف هتوصل بليتر دي بعد كده عندنا في بيج فورتي سيكس يعني في الصحراء لكا ريد اند رايت يعني انظر واقرأ واكتب اول حاجة عندنا مشاور على كلمة سباين يعني الاشواك والحاجة المفروض برضو اللي نبات اسمه نبات الكاكتوس اللي هو الصبار بعد كده مشاور على الكامل المفروض هنكتب كلمة كامل هنا هو وبعدين اخر حاجة اللي هي الهمب او السنام بتاعت الكامل بعد كده عندنا بيج فورتي سيبن يعني في الغابة المفروض ما هي او المفروض اللي احنا هنختار الوهد انمال او Bitland يعني النباتات والحيوانات بتاعت الصحراء والنباتات والحيوانات بتاعت الغابة والنباتات الصحراء والانيمالز بتاعتها او الحيوانات هنكتب letter F letter D والنباتات الفورست والانيمال بتاعتها برضو هنكتب letter F فاول حاجة عندنا الكامل والكاكتوس اللي هو نمبر وان وفايف ديت طبعا في النبات بتاع الصحراء ده ديزرت فهنكتب الليتر دي عند الكاكتوس او نبات الصبار وعند كمان الكامل اللي هو الجمل نمبر تو عندنا كمان اللي احنا عارفين ان في الصحراء بيقبل اشجار بتاعتها قليلة جدا فبالتالي هنا هتقبل نمبر ستري برضو هنكتب ليتر دي وابعدين عندنا المونكي المفروض نمبر تو هيبقى الليتر اف اللي هو الفورست اختصاء اول حرف من كلمة فورست وابعدين التري ديت هتيبقى برضو عليها فورست دي نمبر سيكس ونمبر فور اللي هي الباروت او الببغاء هيبقى عليه برضو بيعيش في الفورست فالكتب ليتر اف في باية جي بقى فورتي ايد يقول لنا لسن اند سورد المفروض ان احنا هنستمع وياهنوزع الكلام دوت يعني المفروض مقطع واحد بتقسم لمقطع ومقطعين وتلات مقاطع فاول كلمة عندنا هيكلمة همب فبالتالي احنا نطقنا الكلمة ديت مقطع واحد فبالتالي هنكتبها هنا نمبر تو ه Наها مقطع واحد فبالتالي برضو هنكتبها في الوان سيلابل نمبر سري عندنا الكاو برضو ديت نطعت مرة واحدة فبالتالي وان سيلابول برضو بعد كده المفروض ان هي يعني مقطعين نقول الكلمة على مقطعين زي كلمة كامل زي كلمة orange زي كلمة كاك دي كل الكلام دوت بعد كان عندنا اللي هما فارماسي فبالتالي ثلاث حاجات ثلاث حاجات فبالتالي بعد كده يعني هيا بنا نتخيل انظر واكتب اول حاجة عندنا مشاورة على المون ناحية الشمال تاني حاجة مشاورة على تالت حاجة مشاورة على دوت قصد الكات انا اسفى معلاش الفيدل ضيت ومشاورة تحتيها على الكات بعد كده ناحية اليمين عندنا اول حاجة كاو بعد كده ديش اللي هو الطبق بعد كده عندنا لسبون بعد كده اخر حاجة عندنا هي كلمة dog بعد كده ناحية الخير بعد كده عندنا في بيج 50 وي بلانت اتري لوك ريد اند بوت اي هو ازان يعني انظر واقرأ واكتب تريك او اكتب رايت اللي هو علامة الصح هو ازان مين الموجود في الصورة مين اول حاجة عندنا ادم وعندنا داري وعندنا دينا فبالتالي التلاتة دول هنعمل عليهم نمبر تو هما زي ار بلانتينج ايه فبالتالي هنعمل رايت على التري هما بيملو الهول او الحفرة بايه بيملوها بالسويل فبالتالي نعمل رايت على السويل او التربة بعد كده عندنا في بيج فيفتي وان ما هي الاحتياجات بتاعة النباتات اول حاجة عندنا المفروض ان احنا ننظر وهنكتب صح او غلط اول حاجة عندنا اللي دي اناعمل عليها الايس كريم طبعا البلانت مش بيحتاجه فانعمل رايت السن طبعا بيحتاجه فانعمل رايت برضو بعد كده هوت عندنا برضو نعمل عليها البيانس او البنتالون هو نعمل عليها رايت السويل طبعا رايت ده بيج فيفتي وان بيج فيفتي تو ان انيمال فينجر بوبت كالور انت ساي يعني لون ويه كمان نقول المفروض ان احنا هنلون البوبت الموجودة عندنا دول وبعدين هنعمل نمبر تو طالب مننا كات ان ستيك او درو المفروض ان احنا هنقطع واحدة من البوبت دي والمفروض ان احنا هنحطها هنهوت ونقول ده صورتي مع البوبت بتاعتي او الدمية بتاعتي اللي فيها فينجرز بدخل فيها سابع ازا ما انتو شايفين طيب بعد كده عندنا في بيج فيفتي سري شو انتل اا لوك انت كالر انظر وانلون المفروض ان احنا هنشوف هنا هوت وهنلون اا بعد كده بيقول لنا المفروض ان احنا في اخر الكتاب ده هوت في بيج ناين تي وان هنلاقي البيزي بي المفروض هنيجي هنجيبها من اخر الصفحة البيج ناين تي وان وبعدين هنلزقها هنا على يونت سيفن عشان كده نكون خلصنا ان شاء الله يونت سيفن النهاردة على خير اا وازا عجبكم الفيديو ارجو عمل لايك وشير للقناة ليصل اكبر عدد ممكن مننا وانتظروا في الفيديوهات القادمة ان شاء الله باذن الله مجمع اهم الكلمات على اليونت و هنشرح ديسكافر و هنخلص ان شاء الله باذن الله كمان كونكت بلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته